مرحبا ورحمة الى القهوة في فيديو جديد هل مرة رح نعمل سكراب القهوة المشهور اللي صار يعني فيري ان هالقيام فبدنا قهوة مطحونة مش النسكافي مطحونة زيت اللوز الحلو او اي زيت خفيف زيت بذور الكتان انا استعملتها هون ولا اي زيت خفيف زبدة القهوة لانو رح تتماشى مع هيدا السكراب ولا اي زبدة خفيفة مثل الشيار مانجو ولا الافوكادو وبدنا صابون سائلة اما صابون زيت الزيتون ولا جوز الهند عادي ما رائحة واللون بس زيت تبعو زيت الزيتون بيكون فيه شوية رائحة وزيت عطري برائحة القهوة هيدا اختياري وضروري من المادة الحافظة انا هون القهوة اللي استعملتها من النسبريسو بعرف انه كتير غالية بس انا هيدا اللي كان عندي موجودة يعني بالبيت كانت عندي موجودة بغزارة وبكتافة فقعدت عم بشيلي القهوة من كل كابسولي اخد كتير وقت مني فما تكونوا يعني مثلي بعد تقريب العشرين سنة يعني لما شاب شعري وعفكر هيدا الفيديو يتصور بديسمبر يعني تقريب ثلاثة شهر هلأ قدرت جمع كل الأهواء المطلوبة هلأ بجاط ثاني غير راح استخدم زبدة الأهواء متل ما عم بتشوفوا وعفكر رائحتها وزيت اللوز الحلو وراح كمان زين زيت بذور الكتان متل ما قالت اي زيت خفيف فيكن تستخدموه ولا استخدموه بس زيت واحد يعني القراماش كلية زيت واحد كمانا بيمشي الحال على رياحتكن وعلى حسب انتو يعني شو عندكن يا ببيوتكن ولا متوفر عندكن ونزلتو بالمايكرو ويف لدابة زبدة الأهواء هلأ عم بزيد البوتاسيوم كوكويت وهو الفانسي نيم للصابون السائل من جوز الهند متل ما قالت فيكن تستخدمو صابون سائل تبعو الزيت الزيتون اي صابون سائل مش شاور جيل مش الشامبو بليز هلأ اخدت الحرارة لأنه بدي زيد الأوبتيفين اللي هو المادة الحافظة بس اي مادة حافظة بدكني إياها فيكن تستخدموها الضروري لأنه هيدا سكراب رح يكون بالشاور وهيدا السكراب منتج تجاري يعني بين باع فضروري ما بدنا المادة الحافظة لما يطلع البكتيريا والميكروبات وخلطهم هيك كليتهم بس بالسباتولة ورح ضيفهم على القهوة رح اتأكد انه كل شي انخلط منيح يعني ما رح تكون مطرح ناشف القهوة مناشفه ومطرح مبلل بدنا يعني الخليط يندمج كتير منيح and then متل ما عم بتشوفوا بالملعقة رح نزلوا بالجارز تابعوه لأزاز فيكن تستخدموه أناين تابعوه للبلاستيك ولا فيكن تستخدموه بس البلاستيك باكز هيدول الكياس تابعوه للبلاستيك كمان بيمشي حالون أنا شفتهم بنباعو بوجوه بتصور فيسيز بس هيك كارتوني حتى هلأ بالنسبة للتاجز نزلت هيدا الستامب مكتوفي هند ميد ونزلت شو اسم المنتج لأنه متل ما قلت هيدا منتج تجاري فبدنا نكتب كل المعلومات ومن ورا رح اكتب كل الانجريدينز هيدول ماشات بنباعو يجولي للجام فعندي إياهن بالألوان وهيك باس بخيط كمان تبعوه للهدايا شغلي very simple it's hand made my يعني ما رح نطلع صواريخ وهيدول هني يارا بيكون عجبكم الفيديو إذا عجبكم ما تنسوا تضغطوا لايك وتشتركوا بالقناة بشوفكم فيديو جديد وبس هيك معلومة السكراب تبعوه للقهوة رائع جدا خصوصا للسيلوليت بس ما رح نقص الوزن بس لا أقلكن إياها من هلأ بس أنا استخدمت لشهور وشهور وفعليا نقص تقريب 80-85 بالمئة من السيلوليت ياللي عندي باي باي